اشتركوا في القناة هو الحاجة من عمرك والله العظيم الله يعيننا على ذلك الله يعيننا ايه على ذلك فعلى كل حال طيب وبعدين تكلمنا ايش وانفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانية مش هنفتح كمان درس على الانفاق موضوع جميل الانفاق هذا ورهيب ها ومن أصعب الأشياء على فكرة وشوف ربنا ذكر شغلتين هنا تداوة ايه القرآن وإقام الصلاة وطبعاً ما في صلاة إلا فيها قرآن وإقام الصلاة ويمكن يدخل في عموم إقام الصلاة أهم شيء قيام الليل وربنا تبارك ودعا تعالى إيش قال قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون لذلك أنا خطر لي والله تبارك وتعالى أعلم ما في واحد بحافظ على قيام الليل ويقبل منه قيامه ويكون صادقاً فيه إلا أوتي الندى والكرم بصير كريم طيب ليش؟ لأنه بتخرج من مدرسة الكرم الرباني الليل مدرسة الكرم والكرامة بدك الله يكرمك ويسع عليك في صحتك وعلمك ومالك وأهلك ورزقك قوم الليل وبعد ما تدخل المدرسة هذه تتخرج منها أنت أنت بصير من أهل الكرم فأشك الله دائماً يخرم بين الشغلتين قيام وإنفاق قيام وإنفاق صلاة وإنفاق غريب هذه قال الحسن البصري أشق الأعمال على النفس قيام الليل وإنفاق هذا المال عشك الله ذكر الشغلتين هذولا قال فلا تعلم نفس نكر في سياق النفي تعم ولا واحد قال ولا واحد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال هذول اللي يقوموا بالقرآن وينفقوا الأموال ما حدا بعرف إيش أنا أدخر لهم أو إيش أدخرت لهم اللهم اجعلنا منهم يا رب بفضلك ومنك عشان ما نساش بالأمس ذكرنا القصة المؤثرة الجميلة اللي حكاه لنا مولانا الشهيد العلامة البوطي رحمة الله على روحه وروحه في أعلى عليين قصة خمار إزمير ذكرني أخي أبو أدم بارك الله فيه قال لي وأنت نسيت يا فلان أن تذكر ما ذكره مولانا الشيخ البوطي قدس الله سر وماذا ذكر ذكر أنه ذهب هناك إلى تركيا وطلب أن يلتقي بهذا الرجل التائب يعني طلع الشيخ البوطي مش بس سمع القصة التقى ببطلها بصاحب الخمارة اللي تاب وأساقه الله إليه عن طريق إيه فعل الخير وفعلا قال لك إيه التقى به وكان يعمل في جريدة الزمان جريدة إسلامية مشكورة في تركيا كان يعمل فيها آنذاك تخيل أصبح داعية إلى الله تبارك وتعالى بعد أن كان صاحب حانة تبيع الخمور وتوزع الفزق على الناس والشيخ البوطي قدس الله وسره ما أجمل هذا الرجل الصالح يا أخواني ما قالش أنا الشيخ البوطي العالم العلامة الفهامة ابن الولي العالم العلامة الكبير مل رمضان هذا بدن بدن يحب الصالحين ويحب التوابين لأنه الله يحب من؟ التوابين والله يحب إيه الرجاعين والبوط أيضا بحبها والصالحين كلهم يحبوا يروع على تركيا ويطلب يلتقي معاه ستحقق منه ويتبرك منه ويطلب منه دعوة شيء عجيب البوطي هذا الله العظيم أختم مدام ذكرناه مرة أخرى نختم به لأنه انتهى وقتنا للأسف الشديد شيء البوطي إلى آخر أيامه في سوريا نسأل الله أن يلم شمل أهلها وأن يمن عليهم بالسلام والنعمة والإسلام والأمن والإيمان وأن يولي عليهم خيرهم وأفضلهم شيء البوطي إلى آخر أيامه في سوريا كان يذهب إلى شيخ معظمكم ربما باستثناء بعض الإخوة السوريين لو أخذ ربما لم يسمعوا به أنا في الحقيقة العبد الفقير لم أسمع به إلا من أشهر يسيرة بصراحة لم أسمع به لأنه كان حريصا على أن لا يسمع عنه أو يسمع به وهو شيخ من شيوخ القراء الكبار جامع للقراءات أيضا متقن كبير وشيخ السادة الشاذلية ولي من الأولياء الله الكبار مجابي الدعوة عجيب عجيب كان تسمع عنه خصص عجيب جدا الشيخ شكري اللحفي قدس الله وسره الكريم عمر مات تقريبا زهاء المئة من عمري مات قبل سنوات يسيرة رحمة الله عليه خش على أنت وشوف شوف الشيخ ما في الشيء ربما كان ورزنه أربعين كيلو جراما فقط زاهد لم يتزوج لا في أكل لا في شرب وشيخ جامع القراءات يعلمه القراءات الأربع عشر بأسان يدها بدقة شديدة وشيخ الشاذلية تخيل شيخ صوفه كبير مش فاتح أيب الصوفية دكان يأخذ به السكر والحليب والفلوس من الناس وتقبيل أبدا 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 وحده يعيش في غرفة تحت بيت الدرج تخيلة حياتي تخيل شيء لا يصدق إذا سمع عن أحد يريد أن يتعلم القراءات أو يتعلم حتى القراءة عموما والتلاوة في بلد معين بعيد أو كذا كذا أو أكثر من واحد يقول أنا أذهب إليهم أنا أذهب إلى ثلاثة يأخذ فقير ويأخذ المنبوس وكذا ويركب وينزل يروح لهم ويعلمهم لوجه لا جزاء ولا شكورة وليزاهد من الطراز الأول زي الناس اللي عاشوا مع الرسول وفي عهد التابعين خشوا ويكتب شكر اللوحة فيه وشوف وجهه شوف الإخبات في أي مجلس في أي شيء يقوم يصب للناس الماء واللي يوزع الحلوة والشاي وكذا والناس لا تعرفه والعلماء لا يعرفونه لما أرادوا أن يكرموا تقريبا أكبر سبعة مقرئين في سوريا كان هو منهم في مقدمهم قال يجيبوا الشيخ شكري قال لا 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 مستحيل ما تكرمت هذه كرامة عند الله يا ابني قال لا لا قال لابدنا يا شيخنا لا جوز كذا نحن نكون جحدناك كذا لا ألحوا عليه رغما عنه وأجا وتشوف حتى موجود هذا قاعد غاري هكذا واضح منكسل لا أطلع في الكامير ولا أريده حدا أو خجلان ولا أريده مسكين فالبوطة لما أعرفوا قال له يا سيدي أنت وين كنت؟ قال له الشيخ البوطي وين كنت مخبّة قال له أنت عنّا أنت عنّا هنا ونحن مجدرين عنّاك فلازمه الشيخ البوطي علامة البوطي اللي دينوك اللي بتعرف بعلمه وكتبه ومؤلّفاته لازمه وكان يعوّل علي يستفتي في الأمور الدقيقة اللي بدها نور ربّاني قوي فتخيّلوا حتى في موقف الشيخ البوطي من الأحداث في سوريا قال له موقفه وتعرفونه وإيش بدّط موقفه وكيف يبرّره رحمة الله عليه فكان يقول للشيخ شكري يا سيدي موقفي صحيح يقول له مئة في المئة الشيخ شكري الولي الكبير العارب بالله المائل ولا هو عالم السلطان ولا عالم حتى بشر وعالم الله بس كان يقول له مئة في المئة يقول له يا سيدي إذا موقفي غير صحيح بغيّر شوف البوطي شو لا حتى رب دموت بغيّر يقول له لا ابقى على ما أنت عليه أنت في الصحي يقول له يا شيخ سعيد شوفتو هذا الشيخ البوطي هذا تواضع الربانيين ما في نفسه وهذه لم أجدها إلا عند أهل الله ما بتلاقي هذا التواضع وهذا الصدق وهضيمة النفس والدلالة على فضل دوي الفضل والخضوع لهم والبقوع بين أيديهم إلا للعلماء الربانيين أما العالم إذا كان عالماً غير رباني عالم بس كتب وعالم ظواهر وعالم نفس سبحان الله بتلاقي عالم النفس أنا وأنا أنا وأنا وهذا ولا حاجة وهذا ولا إشي ومين هذا ومين هذاك وهذاك انتبه ويحذر منها عشان بس ينف للناس ويجيب الرزق كلها الرزقه مسكين وهي مصيبة مسيحة على الرزق المسكين فرحمة الله على أوليائنا ورحمة الله على علمائنا وعاد الله علينا من نفحاتهم ومبركاتهم وسلكنا مسالكهم في خير وعافية وكرمة تامة اللهم أمين